زيارات تتكرر بين الحين والآخر من وإلى ما بين بغداد ونينوة لكن هذه الزيارات لم يلتمس منها المواطن الموصلي صاحب الضرر الأكبر أي نتائج على الأرض خصوصاً وأن هناك بنى تحتية مدمرة وعوائل لم تعوض حتى الآن مع مطالبات بالنظر لأحوالهم ومد يد العون لهم لا يوجد أي تغيير جدري أو بسيط في مدينة المرسل من كل الاجتماعات وكل الإعلام أنه زار الوزير محافظة لينوة وزار مسؤول محافظة لينوة وزار نائب على المحافظة لينوة وأي تغيير ما يوجد ولا كواقع الشارع هو هو تعباد بعد تعويض المواطنين كمنازل كشغلات هذه رادلة هم والهم كبير يعني مثل الأب اللي يبني بيت الأطفال والولده هذا البيت يزد ماء هاي الجاب مكسور لازم يدفيهم على الشتاء وسيد المحافظة يدع الأطفال كلم أو يعني مثل ما يقول بعد يبار أطفاله وبرقبته مئة مليار دينار عراقي تم تخصيصها لينوة بشكل كلي تم صرف أربعين مليار منها بشكل فعلي من قبل الحكومة المركزية قبل عدة أيام لكنها لم تكفي لسد الفراغ الحاصل في محافظة منكوبة كمحافظة نينوة تم تخصيص مبلغ مئة مليار لهذه المحافظة وصل منها لحد الآن أربعين مليار وقام بتوزيعها على دوائر محافظة نينوة نحن نتمنى أن يكون هناك ضغط حقيقي من قبل حكومة نينوة المحلية ومن قبل الناشطين أيضا على الحكومة المركزية بدعم محافظة نينوة وإرسال الأموال الخاصة بهذه المحافظة لكون محافظتنا منكوبة مطالبات شعبية بأن تكون الزيارات ما بين حكومتي بغدادة ونينوة جادة لدعم الأعمار والاستقرار فيها وإلا تكون الزيارات عادة اتخذتها الحكومتان فيما بينها من الموصل سعد منصوم التغيير الفضائية